بنيجي نبص على الجليس اللي احنا بنقعد معاه فوقات فيه جلساء بنحس ان هم قاعدين فينا مش احنا اللي قاعدين معاه بس ده ما بيكونش حقيقي بتبقى نفسنا الامارة بالسوق هي اللي بحسسنا ان احنا قاعدين ان هم قاعدين فينا مرة قابلت حد طيب قال لي انه بيمر بمصيبة كبيرة جدا انه فقد عمله وفقد اكتر حاجة كان بتسنده في بيته بسبب ان مديره قال له كلمة وحشة فللأسف انفعل عليه بشدة فبيقول انا حسيت كاني في لحظة من اللحظات مش شايف حاجة كاني جي على عيني حجاب كده ونزلت على عيني سطارة صوتة فمميتش شايف الناس ولا الكلام ولا اي حاجة انا حاسس ان حياتي بتتدمر انا حتى اقول ايه الكلمة اللي ممكن تكون توصل واحد لكده وحزنت اقول بس لما تأملت كده لقيت ان فيه ناس كتيرة بيمروا بالحالة دي وزيك الجليس اللي هنتكلم عنه النهاردة عامل زي النار اللي لا تبقي ولا تزر بتحرق كل حاجة قدام وبتعزي صاحبها وبتعزي اللي حواليه هو جليس حارق ومحترق هو نار كده وعامل زي كرة اللهب كل ما تزداء كل ما تتحرك تشتعل الجليس ده هو ايه العصبية يا انا عارف ان يا طب خلاص ما احنا عارفين هتقول لنا اسبروا وهتقول لنا خلاص وكل واحد يمسك نفسه لا احنا لازم نتكلم حتى لو انت تعصبت دلوقتي هنتكلم برضو لان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله رجل وقال له اوصني قال يا رسول الله اوصني فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب فردت مرارا اوصني قال لا تغضب كل ما يقول له حضرت النبي يقول له ايه لا تغضب وكأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الدنيا ما بتبص غير بالعصبية وبالغضب فواحد يقول لي طب ما انا ما يا مولانا ما العصبية دي تطبع فيها اقول له ايه هتقول كده فالعصبية يا سيدي عادة بنعتدها بتبرمجنا عليها النفس وبتخلينا نعتد عليها والعصبية شكل من اشكال الادمان اه اه العصبية زي الادمان بالزبط بتظن ان انت مش قادر تعيش من غيرها لحد ما في مرة تتصدم بحاجة ممكن يكون فيها ضياع حياتك اتقرر ان انت ساعتها ما تبقاش عصبي يبقى انت ايزا قادر ما تبقاش عصبي وإلا لو انت مش قادر ان انت ما تكونش عصبي حضرت النبي ما كانش قالك لا تغضب فيه ناس بتقول بس العصبية دي طبع ونقل الطبع اشد من ونقل الجبال اشد من نقل الطبع لا مين قال ان العصبية طبعه عصبية مش طبعه العصبية ليست طبعا يا عبادة الله العصبية احد انواع الاستجابة اللي مصدرها من النفس الامارة بالسوق لما نفسها تقولك ايه اللي حاصل هب في فلان زه عقله فما فيش انسان بيتولد عصبي بالمناسبة يعني العصبية مش موجودة في فطرتك العصبية مش موجودة في فطرتك حتى لو قلتلي ان العصبية دي ممكن تكون طبعه ووراثه انا ورست العصبية عن اهل بالمناسبة اي حاجة جينية معناها ان انت قابل لده مش لازم دي يحصل لك ده فما تفضلتش تقول ان العصبية طبعه فيها كل ده وهم وكل حاجة انت فاكرها طبعه ممكن تتغير